أشهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما في طهران بالانتصارات التي تحققها القوات المشتركة ضد تنظيم داعش في العراق مؤكدين حرصهما على التعاون ضد الإرهاب أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائهما في طهران حرصهما على توسيع التعاون بين العراق وإيران وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في بيان أن العبادي وروحاني أكد على أهمية توسيع علاقات التعاون وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الجارين كما استعرض العبادي الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المشتركة ضد داعش ومساند جميع العراقيين بمختلف انتمائاتهم لقواتهم ضد الإرهاب من جانبه أكد الرئيس الإيراني رغبة بلاده في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات مشيرا إلى موقف إيران الداعم لوحدة العراق وأمنه واستقراره مشيدا بالانتصارات ونجاح جميع عمليات تحرير المدن التي تخوضها القوات العراقية ميدانيا اقتحمت القوات الأمنية منطقة الجامع الكبير ومنارة الحدباء في قلب المدينة القديمة في الموصل وسط مواجهات ومعارك طاحنة مع تنظيم داعش يأتي هذا فيما سيطرت القوات الأمنية على حي الشفاء الذي يضم مستشفيات المدينة الرئيسية على الضفة الغربية لنهر ديجلا ويعني سقوط حي الشفاء أن القوات العراقية أصبحت تحاصر المدينة القديمة الواقعة في النصف الغربي من الموصل بشكل كامل